بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبتي أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل لاجتماع مختلفة لقناة الرحمة الفضائية والتي تظهر ارتباعا أمامكم على الشاشة على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل هذا ومن الأسئلة التي وردت إلينا سائلة تسأل وتقول أنا متزوجة بيتعيلة أهل الزوج بيدخلوا في أمور حياتنا ما الحكم في ذلك لا يجوز لأهل الزوج أن يتدخلوا في الحياء الشخصية لابنهم ولزوجته ولهذه الأسرة فكل بيت له خصوصياته ولا يصح التعدي على هذه الخصوصيات لا يصح لأم الزوج ولا لوالد الزوج ولا لإخوة الزوج ولا لأخوات الزوج أن يتدخلوا في خصوصيات البيت أو أن يتطفلوا فهي تطفل عموما ممنوع وإنما الأصل التعامل بالحسنة الأصل التعامل بالحسنة وأن تكون العشرة بالمعروف بين الزوج وبين زوجته وكذلك بين أهل الزوج وابنهم عفوا وكذلك بين أهل الزوج وابنهم وكذلك زوجة ابنهم فهي يعتبروها كابنتهم أي يرضابنا لابنتهم أن يفعل بها مثل هذا من التدخل في الخصوصيات أو التعامل السيء أم لا فما لا نرضاه لبناتنا لا نرضاه للآخرين ثم هذا نسب الأصل يكون فيه مودة ورحمة واللي ينبغي يحكم هذا هو الزوج يتحكم في هذا الأمر هو الزوج فالزوج مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن زوجته وكان قبل ما يتجوز مسؤول عن نفسه لما تزوج أصبح مسؤولا عن نفسه وعن زوجته فيما يتعلق بأمور القوامة في جلب ما ينفع هذا البيت من أمور الدنيا وأمور الآخرة فيقف يحسن إلى أهله ويمنع هذه التدخلات بالحكمة والموعزة الحسنة أسأل الله أن يوفق الجميع كنت متزوجة وكان زوجي بيكلم بنات علي وحصل مشكلة كبيرة الشاهد تقول مشاكل بينه وبين أهله في رسالة طويلة ما أدى إلى الانفصال لكنه بعد الانفصال جعل يتكلم عليها في البلد بأكملها رغم مشاكل كلها موجودة عنده هذا هو العياذ بالله والعياذ بالله من علامات النفاق لا ينبغي أن نتخلق بأخلاق المنافقين من صفات المنافق إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر فلا يجوز ربنا سبحانه وتعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إحنا الإشكالية اللي موجودة عنده كثير من الناس إن لو حصل شقاق بين الزوج والزوجة ووصل الأمر إلى الطلاق لازم الطلاق يكون بعداوة بعد ذلك ينقلب إلى عداوة أبدا كان بيحدث زمان الصحابة زواج وطلاق وأصل المودة والحسن التعاون موجود حسن التعاون موجود وقال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فلا ينبغي أن ننسى الفضل وكانت زوجتك في يوم من الأيام وأفضى بعضكم إلى بعض فيجب أن تسطر عليها وهذا من علامات الكرام ويجب حتى يعني لو فيها أخطاء تسطر عليها وهي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى عنده أخطاء تسطر عليه انفصل ولما الإنسان ينفصل الإشكالية في كتير من الناس في التعامل الخاطئ أنه لما إنسان بينفصل عن حد في التعامل عموما يعني سواء في الجواز والطلاق وكده حصل تطليق فحصل انفصال أو حد كان من صاحب حده وسابه لما بيسيبه بيتتبع أخبار أنت لما تخرج إنسان من حياتك ما تتبعش أخباره بقى سيبه في حياته أنت في حياتك هو في حياته ويبقى أصل الود والصلة الإسلامي العامة في حرمة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ده حرم عامة لكل المسلمين وانت تتعامل معهم لكل الناس ده كله حرام فالأصل أن أنت تبزل السلام للعالم كذلك فالأصل أن أنت يعني ترأي أمر الله سبحانه وتعالى لكن إنسان ينفص من إنسان يود بقى لو حصل انفصال أن الزوجة تود أن الزوجة ده يحصل له كل البلاوي أو البلاء يتنزع له والعكس هو يتنزل لا كل إنسان قال الله وإن يتفرق يغني الله كل من سعته سبحان الله رزقهم على الله وإن يتفرق يغني الله كل من سعته كما بيقال بالتعبير الداريك محدش بيقف على حد فما حصلش نصيب في هذا ربنا يغني هذا من فضل يغني هذا من فضل لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى العداوة والمشحنات بهذه الطريقة هذا حرام لا يجوز فعله وعلينا أن نتقل الله سبحانه وتعالى فضلا عن أنه يتقول عليها ما لم تقل ما لم تفعل كما في هذا السؤال فهذا والعياذ بالله من علامات النفاق إذا خاصة ما فجر نعوذ بالله من الخذان هل يجوز أن أسجد سجود التلاوة في صلاة الفريدة ثم أقوم وأكمل الصلاة آه نعم يجوز ذلك ما هي سجدة التلاوة إذا مر على الإنسان بسجدة التلاوة فسجدة التلاوة مستحبة ليست واجبة فهنا يستحب لوني عشان يأخذ الأجن ويزجد سجدة التلاوة ثم يقوم ويكمل الصلاة هل أعيد التشاهد بعد الرفع من سجدتي الساهوة أم أسلم مباشرة بعد الرفع من السجود لا نسلم مباشرة بعد الرفع من السجود لا يوجد قراءة التشاهد بعد سجدة تيسة لما يوجد سجدة تيسة ويقول فيها مثل ما يقال في السجود العادي لما يصح دليل ذكر خاص فيها أن يقول فيها مثل ما يقول في السجود العادي ثم بعد ذلك يسلم مباشرة ولا يعيد التشاهد أختي كانت تشتري قطعة أرض من سبع سنوات فتعصرت في خمستاشر ألف فأبي أعطاها المبلغ وقال لها هذا ورسك فهل يجوز ذلك لا يجوز توزيع المراس والإنسان حي المراس ده معنى أن فيه واحد مات ما هو اسمه مراس لأن فيه حد مات ثانيا ممكن العمر بيد الله ممكن الأمر يتغير ثالثا أنه لو أعطاها وكان ورسا أكتر من كده لما يموت بأدى ظلم لا يصح هذا هو مخير بين أمرين أنه يعطيها ده على سبيل الهبة ويعطي إخوتها إذا كانوا عندوا طاقة لذلك أن يهبهم أو أنه يعطيها على سبيل السلفة طالما هو مقتدر عاوز يقول لها أن ده سلفة ويخصمها من الورث ماشي لكن ما ينفعش أنه يقول ده الورث لأمور كثيرة أن أولا ما حدثت الوفاء ثانيا ممكن حد يموت قبل التاني فكذا يبقى فيه تلاعب في المراس والمراس يتغير ثالثا يمكن يكون ده فيه ظلم من أنه ألل الورث أو أعطاه شيء بسيط إلى آخره كل هذه أمور لا تنبغي فيفعل الخير أن يحسن إليها بالهبة أو يعتبر دين عليها أهل الزوج أخذوا مني شبكتي الذهب على سبيل السلف وقالوا لي أن دين فير أبيته مهرده لكن بعد ذلك ينكرون ولا يريدون رده لي ويقولون بتعهم هم اللي جايبين وهل لي الحق في المطالبة نعم لكن الحق في المطالبة هذا مهرق إذا كان هدية فالهدية لا ترد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع العائد في هبته كالكلب يعود في قيئ في بداية الحديث ليس من مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئ زي الكلب لما يقي يرجع يكون القيئ بتاعه تاني فكذلك العائد في هبته والأصل أنه لا يجوز العائد إذا كان جايب هدية طب الزكانة عطاها مهر وكذبنا في الأي ميبقى ده مهرها أصلا ده ملكاه في كل الحالة هو أصبح ملكا له فملكاه لا يجوز أنهما يخدوه ثم لما يخدوه بالرفق ويقوله دا دين وما يردوش يجب عليهم أن يردوه بنفس عدد الجرامات وإن تغير سعر الذهب وتفاوت تفاوتا كبيرة اللي استلف جرامات يرجع نفس الجرامات يجب عليهم أن يردوه وهذه حقوق عباد سيسألون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى وعند إذن المقاصة بتكون بالحسنات والسيئات بتكون بالحسنات والسيئات إلى أن يفلس الإنسان والعياذ بالله من الحسنات فيأخذ من سيئات غيره بسبب هذه المظالم فتضع عليه فيطرح في النار والعياذ بالله فعلى الناس أن تتوب إلى الله وترد الحقوق إلى أهلها نعوذ بالله من الخزلان نعوذ بالله من الخزلان امرأة غاب عنها زوجها مدة 12 عام وهي إلى الآن يعني لم يأتيها وتقدم أناس لخطباتها فهل تتزوج أو تقدم طلب القاضي شارعي من أجل التفريق لا لا بد أنها تذهب إلى القاضي المشكلة أن هي في بلد فيها حرب طيب أقوله بالله التوفيق الأصل في مثل هذا الأمر أن هي تلجأ إلى القضاء إذا كانت في بلد فيها قضاء تمام كده؟ فتلجأ إلى القضاء وتطلب تطليق للضرر النظر الذي هو نشر سنة بعد بعد عنها فتطلب التطليق للضرر لأن هذا لا يجوز فعله سواء علم مكانه أو لا تعرف مكانه كالمفقود أو مشابه فعند إذن تطلب تطليق إما لفقده وإما للضرر فتطلق عن طريق القاضي لو فيها في مكان لا يوجد قضاء بسبب حرب أو ما شابه فهذه الحالة إذا وجد قاضي شارعي أو أهل الحل والعقد في المنطقة تعرض عليهم الظروف وهم يعني يحكمون لكن متى وجد القضاء لا تجد هذه الصورة الأخيرة فالأصل أن تذهب للقضاء الأصل أن تذهب للقضاء فإذا وجد القضاء التطليق يكون عن طريق القضاء وهيكون الأمر يسير بإذن الله عز وجل لكن لو فرضنا إنه في مكان لا يوجد في قضاء مطلقا ولا يوجد سبيل إلى الوصول إلى القضاء مطلقا وفي ضرر عائد عليها وستفتن فعندئذ أهل الحل والعقد في المسألة يعين قاضي عليهم وبعد ذلك هذا المعين يفتيه والله تعالى أعلم حكم فعل نفس الذنب أكثر من مرة مع العلم أن الشخص يقول أن يتوب وفعلا بيخاف من عقوبة الله ولكن يعود لنفس الذنب مرة ثانية هل لابد أن يعاقب بنفس الذنب في الدنيا لحديث كما تدينه تدان الله المستعب أولا العودة إلى الذنب مرة أخرى بعد التوبة منه سببها أن الإنسان فكر أنه بيتوب صح وهم بيتوبش صح أو من أسبابها خذلنا أقول من أسبابها وكذلك من أسبابها من أسبابها أيضا أنه هو بعد ما تب يعرض نفسه للفتن وللأماكن المحرمات وبيتطلع إليه أو لما التفكير في الحرام ده بييجي بيسترسل معه مرة أخرى فيرجع يقع فيه مرة ثانية فالتوبة الصادقة هي إيه بتحمي الإنسان من كل هذا اللي هو يتوب صح إزاي أنه يصدق في الندم الندم مش مجرد كلام مش مجرد أنه هو كلام قلبه يحترق ندما أنه هو عصى الله سبحانه وتعالى عصى الله عز وجل ندم يعني خلينا نقول كده توبة بدون ندم صراب تبقى الإنسان بيتحك على نفسه يجب أن الإنسان يعرف أن الزنب ده خطر عليه في الدنيا والآخرى وأنه ندم وأنه لا يريد العودة إليه فيندم ندما حقيقيا على الذنب هذا الندم كلما عظم هيخليه يكره الذنب ويكره الأشياء اللي أعطه في الذنب ده فعند إذن يصدق في غلق هذه الأبواب من علامات صدق الندم أنه بيقفل الأبواب اللي بتجعله يرجع للمعصية دي تاني كتير من الناس بيدعي التوبة وسيب الباب متوارب حوالين الطريقة اللي بيقع اللي بتؤدي إلى المعصية السبب اللي بيخليه يقع في المعصية سيب الباب بتاعه متوارب ما بيقفلوش ضمنيا كده عشان لما يحب يرجع له يرجع له تاني هل هذا السؤال هل هذا يخفى على الله يخادعون الله هو خادعهم فهذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى فكونوا النساب بب متوارب يحرم التوفيق يحرم التوفيق لكن يصدق في غلق الباب على المعصية ويقفل الأبواب بصدق يقول يا رب أنا أفلت الباب ثانيا الشيء الثاني اللي بيخليه يرجع للذنب الشيطان بيفكر به يسترسل مع الفكر حينما يذكره الشيطان بالذنب الذي كان يفعله ما يسترسلش مع الفكر يقطع التفكير مباشرة ويستعد بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله الذي عفاني وينكر المعصية بقلبه على قدر ما ينكرها بقلبه على قدر ما ينكت فيه نكة بيضاء كلما يتذكرها وينكرها يعني كلما الشيطان يفكر الحمد لله الذي عفاني نكتة بيضاء يتذكرها تاني الحمد لله الذي عفاني أنا كنت بعمل كده إزاي نكتة بيضاء فكلما يتالت نكتة بيضاء فيصبح القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حزيفة أبيض كالصفاء كالحجر الأملس يعني لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ببركة الإنكار فيعود نفسه إنكار الزنب وعدم الاستهزاء في الفكر رب عصمني يعتصم بالله سبحانه وتعالى يلقى إلى الله عز وجل أنا ويقول يا رب وفقني يا رب قني شر نفسي أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويستعيد بالله شيء التأخير ما يعرضش نفسه لمواطن الفتنة اللي يدخل طقع في المعصية لأن في الحديث ويحكى انت فتحه تلج من فتح نفس باب معصية فتن والعياذ بالله فهكذا أما بالنسبة لسؤاله هل لابد أن يعاقب بنفس إذا تاب وحسنت توبته فمن بركة التوبة أنه يزول أصر عقوبتها في الدنيا والآخرة من فضل الله عز وجل من فضل الله على عبده إذا تاب العبد قال الله قل يا عباد الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعاصي حين كان يرشده إلى التوبة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أب مش بيعامل عياله معاملة كويسة وبصرفش عليهم من زمان هو بيكون ربا وإحنا عارفين الربا حرام فنصحنا كتير ومش راضي وإحنا مش راضيين نبره هنا بركة الله فيكم هو عاصي ما نعصاش إحنا كمان هو لا شك إنه عاصي وسيحاسب على هذا التقصير لأنه مسؤول أمام الله عز وجل إنه لا يدخل الحرام على أهل بيته ومسؤوله تعمل الحالة وسؤوله النفق عليه لكن إذا هو عاصى الله فيكم فلا تعصوا الله فيه استمروا على المعاملة بالحسن وادفعوا بالتي هي أحسن وبرواه واستمروا في نصحه إن شاء الله تيصر الأمور بإذن الله عز وجل إلى هنا انتهى وقت هذا اللقاء انقدر الله بقاء ولقاء نجيب على سئلة المتبقية في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة وبركاته